مستمعين ومتابعي سوريان أفهم ضيفة الليلة من حوار VIP فنانة من الزمن الجميل لديها ما يكفي من الموهبة الفطرية والمسقولة بالدراسة الأكاديمية كانت البطلة العاشقة والمناضلة في بداياتها الفنية وكانت الشريرة والمحبة والحنونة والمجنونة عرفت بأدوارها البسيطة والمركبة فكانت اسما وعلامة فارقة في تاريخ الدراما السورية الفنانة رانا جمول مساء الخير مساء النور يسعد مساك مرسي مرسي عالتقديم نورتينة تسلام نورة وجودكم وصامعي سوريان أفهم تحية لكم وإنما كنتم عم تسمعونا خلوني يبلش جلستنا ضيفتي رانا جمول أنت اليوم ممثلة ولست نجمة صحيح؟ ما بعشو أصدق شو الفرق اليوم ممثلة ونقول نجمة لفلانية ونقول ممثلة مسرحية أو تلفزيونية ونقول ممثلة أو فنانة أو نجمة هدول المفاهيم في لغة عليهم والله ما بعرف أنا شو الفرق بيناتك بتحبي هدول التصنيفات بتحبي نقلك نجمة بتحبي في سطاف أول في تصنيف؟ يعني بالنسبة لألي أنا أنه فنانة هذا أكتر أكتر اسم بيعجبني أنه أنا فنانة بالأخير نجمة ممثلة سطاف أول سطاف عاشر مهم أنه أنا بس أخذ دور أتقنه وكون فنانة صادقة مع نفسي ومع فني بينقال حضرتك من الفنانين اللي بينقال عنهم موهبتها أكتر من شهرتها برأيك قديش قدرتي تعملي نجمة صاف أول موهبتها أكتر من شهرتها ما بظن لأنه يعني بعد هذا العمر بعتقد أنه أنا بيعرفني الصغير وبيعرفني الكبير وأدواري أنه القصة أنه اشتغلت بأعمال مثل ما قلت بالزمن الجميل انشافت وتابعت وقصة أنه هلأ عم تنعادل لمسلسلات السورية القديمة هذه قصة كتير منيحة ومفيدة لألي لأنه حتى هذا الجيل عم بيشوفها ويتابعة فبالنسبة لألي أنه بالنسبة لألي أنا بشوف أنه أنا حدا معروف يعني اليوم قليل ما نشوفك ببطولة مطلقة ما هاجسك اليوم البطولة المطلقة؟ لا أنا اشتغلت بطولة مطلقة بأول مرة اشتغلت بعمري وكان هذا الشي يعني هو إله إله مثل ما بيقول واحد إله يعني هو سيلاحزه حدين يعني هو أنت بتنشهر كتير وبتشتغل شي بيعجبك كتير بس بالمقابل أنت بتعطي جهد كتير كبير وأنا كتير تعبتني هالقصة كتير يعني حسيت أني تعبت جسديا ونفسيا وصراحة ما بتمنى أبدا أشتغل بطولة مطلقة متعبة القصة؟ جدا يعني أنا يعني شابولة كل الناس اللي بتشتغل وبتعطي فنة كل هذا الوقت وكل هذا الجهد وكل هذا الحب لأنه هو فعلا بيستهلك كل شي عندك اليوم في شي اسمه بطولة مطلقة أو بطولة جماعية بعض الأعمال عم تنجح بالبطولة الجماعية أكتر وفي أعمال قائمة على بطولة شخص واحد اليوم بدايك أنه لما ينقال بدنا بطولة مطلقة ما ينذكر اسمك؟ أبدا أبدا قلتلك أنه أنا ما من الناس اللي ممكن أني أشتغل بطولة مطلقة أنا ما بريد أشتغل بطولة مطلقة لأنه وقت اللي جربتها تعبت وتركت الشغل أصلا يعني أنا وقفت شغل من وراء من وراء تعبي إنه خلاص قلت أنا ما عدي أشتغل تلفزيون إذا هيك التلفزيون وهيك التلفزيون هيك التعب فيه فأنا ماني مستعدي أبدا وقفت شغل تماما وقررت إنه خلاص بدي أشتغل بس مسرح ودوبلاج اليوم مين نجمة سوريا الأولى بتقولي؟ إذا بالتابعي من الزمن الجميل من الزمن الجميل يعني قصدك من أجيال سابقة من جيلكون إذا بدك؟ أنتو صراحة في عنا نحنا كتير نجوم في يعني أنا مثلا بالنسبة لقلي بشوف سلافة معمار ممثلة كتير عظيمة بشوف كاريس ممثلة عظيمة بشوف ديمة عندها لفت ممثلة عظيمة وهلا عم تشتغل دور كتير حلو باللهابة وعم تابعة بشغف يعني وعندك كاريس قلت كاريس وعندك شكران مرتجة أمال عرفي عنا كتير أسماء حلوة وكتير أسماء يعني جديرة بإنه تكون ستاف أول سبق أوكي بالبطولة وبالتاريخ الفني مثلا؟ طبعا هنه لأنه أنا يعني أنا تراجعت صراحة أنا شو سبب؟ ليه؟ السبب يعني هاي عم ترجع بتعد لي لا غير أنه متعب غير أنه متعب لا ما في غير سبب غير أنه متعب فقط اليوم شو المطلوب لتصيري نجمة وممثلة برأيك حسب الجيل اللي عم يطلع؟ اليوم اليوم لحتى تكون نجمة أو نجمة يعني نجمة تحديداً بدا تكون حلوة كتير بدا تكون متابعة كل عمليات اللي درجة هلأ كتير بدا تكون موهوبة يعني ممكن يعني بدا تكون عندها موهبة حتماً لحتى تستمر يعني بس لحتى أول ما تطلع ما في داعي تكون موهوبة يعني ممكن تطلع مرة ومرتين وتلاتة بواسطة؟ طبعاً بواسطة ترشيح من شركة إنتاج من معرفة؟ أكيد وبتاخد حتى هي هاي الفرص اللي بتاخدها هي هالإنسانة بتكون روحة فرص على مثلاً ممثلات هن أكتر موهبتان وأجدر بأنه يشتغلوا بس يعني ما عندهم هاي الواسطة سترانا قبل ما تخلصي دراستك بالمعهد العالي للفنون المسرحية أدمك المخرج عبداللطيف عبدالحميد كفنانة موهوبة من خلال فيلم رسائل شفاهية إلى جانب الفنان فيس قزق وبعض النجوم الدراما اللي بنفخر فيهم اليوم تجربة مصيرية كانت كيف قدرتي تتجاوزي شروط المعهد العالي للفنون المسرحية اللي بيقول إنه ممنوع تمثلوا قبل ما تخلصوا المعهد هلا نحنا في عنا إنه ممنوع نمثل قبل ما نخلص المعهد بس في عنا كمان إنه بالسنة الثالثة أو الرابعة فيك أنت تاخد مشروع فيك تأجل تخرجك فأنا استفدت من هاد الشي واجلت تخرجي يمكن أخرك الموضوع ندمتي بعدين بس إدي أخدتي فرصة لا أبدا ما ندمت لأنه أنا حدا ماني معروف يعني أنا ماني لا من عائلة فنية ولا ولا معروفة وأنا من طرطوس وجاي عشان ما حدا بيعرفني وسجلت بالمعهد المسرحي يعني حتى أهلي مانوا الموافقين ما في عنا حدا بالعائلة يعني إنه فنان ولا شي فوقت اللي إجتني فرصة أكيد بدي يعني بدي آخذها لأنه مرح هي ممكن تجيني مرة تانية هي إجت صدفة وحظ ثلاثين سنة يمكن تقريبا على الفيلم يلي مضى تقريبا ثلاثين سنة لسه بينادوكي سلمة أدي قدرتي تتقني اللهجة الساحلية هلا بالنسبة لأقلي أنا اللهجة الساحلية موجودة بعائلتي يعني أنا مثلا ستي بتحكي ستي وجدي بيحكوا بنفس هي اللهجة وستة هي مربيتني يعني فأنا كتير بالنسبة لأقلي ما كانت صعبة حضرتك يمكن تدرستي للبكالوريا بلبنان ببيروت صح؟ درست بترابلوس 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 فعندك لبناني تقريبا ايه وضلت بقي له هلا وعملك مشكلة يمكن هلا بعض هلا ايه عمل لي مشكلة اول شي بالاول يعني كانوا يقولوا انه بتحكي لبناني وبتعذبنا شوي وهيك كلما تتفلت مني يعني كلمة او اكسنت او شي خلوني عيد ومع انه هاي الشغلة عادية يعني مثلا ممكن هاي الاكسنت تكون تكون ساحلية او حمصية ونحن بسوريا يعني وبالشام تحديدا نجام على كل المحافظات وهلأ هلأ هلأ تجاوزوها هم هلأ تجاوزوها يعني هلأ بتشوف بتشوف الممثلين بمسلسلة عم يحكوا لهجات مختلفة هلأ صاروا أولاد عائلة واحدة واحد مصري واحد لبناني واحد سوري واحد ام يعني كل واحد شكل من ام واب وحدي يعني. انا حكي عنه هذا الدراما المشتركة اتعرضت للانتقادات بسبب جرئتك باللبس يمكنه وبعض المشاريع التي كانت برسائل شفاهية ندمتي ولا عدتية؟ لا لا ابدا مندمت انا كنت مقتنع تماما بالشغل يلي اشتغلته بضرورة هذا اللبس لهذا الدور هو ما كان اساسا يعني انا ما شفته لبس جريء يعني وبعدين هلأ هلأ الواحد ممكن يشوف انه لبس جريء وهلأ الواحد ممكن ينتقد اللبس الجريء يعني. اما وقته كان شي طبيعي كثير انه بشفافية وبساطة يعني انه كان في شي مغري. اكتر من انه في لبس جريء. اليوم اختلفت المعايير بحس انه قبل كان فيه جرئة اكتر. اليوم يمكن مشهد عادي او طبيعي يتبروه مشاهد حميمية او مشاهد جريئة باللبس. بتحس انه اختلفت المعايير وحتى شروط الرقابة؟ هلأ انا بالنسبة لقلي بشوف يعني هو شوية اللي بيبرر. شوية اللي بيبرر الجرئة او بيبرر مثلا لبس الجريء او المشاهد الحميمة ضرورتها الفنية. اذا كان في ضرورة فنية لأي شي فهو انه هيك بالواقع بيكون. فانت بتقبله وبيمرق. بيمرق ما بتحس انه عم يخدش لك حيائك او او عم يؤذيك يعني. اما اذا كان الهدف منا هو هادا الشي وما في الو ضرورة فنية وعم ينعمل فقط مشان اه مشان يعني اهداف اخرى. فهادا الشي طبعا بيسيء للمشاهد وبسيء لالي يعمل هادا الشيء. المهم تكون موظفي صح اكتر. اي اي مهم تكون موظفي. مشان هيك نحنا وقت كنا نشوف افلام وكنا نشوف ولهلأ منشوف افلام مثلا نشوف كتير يعني افلام فيها. مصرية. اه مصرية واجنبية وكل شيء ما ما مننزعج يعني. اه دخلت يا عالم التليفزيون مع المخرج محمد عزيزية بمسلسل لوحة ناقصة بدور اه فتاة مشوهة ومعقدة تقريبا. اه اه. ادي كان صعب تقدي شخصية مركبة وصعب هالقد. هل كان تحدي بالنسبة اليك? هلا ايه كان تحدي عالاخص انه انا هاي اشتبق. انا احضرت لهذا المسلسل. والله جاب. مع انه قديم وما كتير نشوف يعني. هم انه سلمة كانت البنت الحلوة. المحبوبة. اللي ما اعتمد على على انوستها وهيك. وعفويتها. هاي الشخصية اللي عملتها بعد منها مباشرة. هي بنت معقدة وعندها مشاكل نفسية. وفيه سواد جواتها ومشوهة وجهة مشوه يعني حتى شعرها قصيد. فانه كان ايه تحدي انه يا ترى انا بدي ضلني بانه انه اعمل البنت الحلوة ولا ممكن اعمل شي تاني. هلا انا بالنسبة لالي كممثلة كطبيعة ممثلة رانا جمول. بحب الادوار المركبة وبحب الادوار اللي هيك فيها شي ما انو بسيط وما انو سطحي. من اشهر ادوارك بمسلسل كان ديمشقيا بسمة الحزن بشخصية صبرية الدور اللي فتح لك بوابة الشهرة يمكن اكتر. ادي اليوم ادوار البطولة بتظلم وممكن تخلي الشخص يراوح بالمكان ويخاف انو يرجع يعمل سير ريسك عنده انو اذا بدي يخطي خطوة تانية او لأ. يعني حسب يعني بدي هو يعرف حالو انو هو بالنسبة له هو هيدا المجال شو بالنسبة له. يعني انا بالنسبة له لهذا المجال المجال التمثيل هو فن بالمطلق يعني أنا مثلا كما قلت لك أنا بشتغل دوبلاج بشتغلي أفلام كرتون عاملة سندريلا عاملة كاسبر عاملة كثير شغلات ويأتي كثير معجبين أولاد صغار وهيكي فبالنسبة لألي التمثيل هو بكل أشكاله بالدوبلاج بالإزاعة بالمسرح بالسينما هو شغف فما بيعني للموضوع كثير أنه أنا بأي مجال بأي مطرح بأي قناة من أقنية الفن عم بشتغل أدي هالمسلسل قدر يوثق التاريخ لسوريا ونضال المرأة السورية برأيك بزمن كان يعترف في وجود المرأة للمطبخ أو للبيت أو كان شوي منغلق أدي هالموضوع اليوم هاجس النصوص الدرامية برأيك أنا بالنسبة لألي هذا العمل تحديدا له قصة كتير غريبة أنه أنا وقت كنت في لبنان وكنت صغيرة كان عمري يمكن شي 13 سنة لسه كنا بترابلوس سمعته على الراديو وكانت عم تأدي دور صبرية الممثل القديرة صباح الجزائري وأنا سمعت وقت المشهد اللي بتيجي بتقول الدايق أنه بدا لأنه راحة هي طلعت بالثورة وطلعت وهي فراحت عملت مظاهرات وهيك فإجت بدون يفحصوها تيشوفوها أنه هي لتكون عملت شي ما بيسوى فأنا هون يعني صرت أبكي على الراديو ولفت الأيام ودارت عن جد شي غريب وإجاني نفس الدور فأنا بالنسبة لألي هذا العمل يعني هو حجر أساس ب مسيرتك تماما ونجحتي فيه من أجمل وأهم الأدوار هو مكتوب أصلا ألفة الإدلبي الكاتبة والأديبة يعني هي كاتبت تماما كان إليك مشاركات مهمة بالمسرح منه تقاسيم على العنبر يمكن من أولى تجاربك المسرحية مع الأستاذ جواد الأسدي بعد عملتي مسرحيات المتوحشة مكبث خواطر مؤخرا اعترافات زوجية مع مأمون الخطيب تحياتنا له للأستاذ مأمون تحياتي الكبيرة له اليوم قدي عنا مسرح قدي عم نشتغل مسرح صح؟ هلأ أشوف يعني صراحة أنا من وقت ما بلشت الحرب أنا موقفت مسرح كل سنة كنت عم بشتغل كل سنة كل سنة كل سنة كان في عنا مسرحية ودائما دائما في نشاطات مسرحية عنا دائما مسرح الحمرة في كونبلي خلال سن الموسم كله في مسرحيات حتى بكورونا كان في كورونا بالأباني بدار الأوبرا يعني لأ أنا شفت الحركة المسرحية كانت نشيطة البعض بيقول أنه عم يفقد المسرح السوري هويته في البعض بيقول أنه قلة النصوص مع من شارك مسرح في بعض بيقول أنه الأجر المسرحي قليل لهيك مع من شارك هلأ بالنسبة للأجر كل الأجور قليلة حتى الدراما؟ كله 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 صار قليل يعني هلأ نحنا بزمن عم نشتغل صراحة مشان ما نوقف شغل بس يعني نحنا عم نشتغل ما فيك تعيش أنت من الأجر اللي بتتقاضى حتما يعني منشتغل بس لأنه مثل كيف تلدعم يعني مثل دعم لجواتنا يعني أنه نحنا حرام ما يبطل عنا الدراما حرام ما نظل نشتغل فنحنا بنشتغل حتى لو الأجور غير لائقة والمسرح بعمره بحياته حتى وينما كان يعني بعمره بحياته المسرح ما كان واحد بيشتغله مشان مصاري أنا هذا رأيي يعني أنه المسرح هو شيء أنت بتحبه وبتشتغله بدون مصاري حتى نحنا مرة رحنا عفرانسا كنا بالمعهد فرحنا عفرانسا فطلعت أنا كانت لغتي الفرنسية كتير منها خبية عن جد فأعادت بالتاجي في جنب مدام هيك كبيرة فعم بتحكي معي وعم بتساير أنا وياها وقلت له أنه أنا بشتغل مسرح وكذا فقالت لي أنه ابني عم بيموت من الجوع هو مسرحي هوني بفرانسا وما فيه ما فيه شيء يعني ما فيه فهوما كان معروف أنه المسرح هو شيء ما فيه مصاري وظفت لغتك الفرنسية بأحد المسلسلات لا وظفتها بمسرحية اشتغلنا مسرحية وقتا كانت عرضناها بدار الأوبرا مخرج فرنساوي عرضنا فادر بالفرنسي باللغة الفرنسية خطر ليك تغني بالأجنبي مثلا أولا لا لا لو صوتي ماش حلو صوتي أفدا ما حاجة ولا مرة أبدا حتى برسائل شفاهية وقت اللي غنات لغنات كنت الغنية لسيدة فيروز صرت مسروح مثلا نكون قاعدين نحنا وأصدقاء أنه غنيلنا غنيلنا صوتك حلول كعمين ما نوصوتي ما نوصوتي كانوا منازلين صوت حدا تاني مو صوتك أبدا لا ما صوتي للأسف يعني بالإذاعة شاركتي بكتير أعمال من الدراما الإذاعية مثل ظواهر مدهشة أحد المسلسلات اللي شاركتي فيها وعدد من المسلسلات التانية هل يقلط العروض التلفزيونية بتشاركي بالإذاعة أو هي مطرحك ومكان انتماء لإلك أنا بحب الإذاعة كتير وكتير بستمتع قدام المايك في عندي علاقة مع المايك كتير حلوة والإذاعة وصوتك حلو مرسي وأنت كمان صوتك حلو يعني شو بدي قللك فيه بتشغل خيالك يعني أنت وقت بتكون قدام المايك خلص أنت عندك صوتك وخيالك فهاي الحالة أنا كتير بحبها وبشتغل إذاعة حتى لو عندي شغل يعني أنا مثلا بنسق لو عندي تصوير بنسق للإذاعة بحب الإذاعة كتير كمان أجورة علي للإذاعة صار هي ملاذي يمكن لبعض الأشخاص المنسيين أو الأشخاص الفنانين يلي ما عم يشتغلوا دراما صحيح عم نشوفوا أن نحن اليوم بالإذاعة عم يأخذوا فرص يمكن لأنه لقلة الفرص البرة هلأ للأسف أنه أنه هيك بيصير يعني هو الواحد أنه عم قللك أنه إذا بيحب الإذاعة فهو بيشتغل حتى لو كان نجم كبير يعني مثلا في عندك سلم المصري وفاق مصلي ردوان عقيلة مواظبين على الإذاعة وبيشتغلوا إذاعة وهن أبدا ما عندهم قلة أعمال هن بيحبوا الإذاعة في ناس ما عندهم ما عندهم يعني تلفزيون وبيشتغلوا إذاعة بس هذا مو شرط يعني أنه يلي بيشتغل إذاعة فهو ما عنده شغل برة لا منه شرط بفيلم صعود المطر كمان مع عبداللطيف عبدالحميد عملتي ممكن مشهدين ودورك كان شوي كومبارس وظيفة فيلم هل اليوم تقبل تشاركي بدور صغير لقاء أجر عادي؟ هلا أنا وقته مع أستاذ عبداللطيف إجا قال لي بوجه له كل التحية إجا قال لي إنه شو اسمه إنه لك وتخيل إنه أنا كنت بنتا لميز كاف ولتيسير إدريس ما هي الفكرة يعني أنا وياها عمر واحد تماما بس هو أنا كنت بيين كتير صغيرة لأنه كان هيك حجمي صغير ومعالم وجي فيها هيك طفولية طفولية لأنه أستاذ عبداللطيف بيمون يعني يعني بالأملية بالأملية ممكن أشتغل مع أصدقاء بالأملية دور لقطة بلا مصاري يعني ممكن بس إنه لأ بشكل عام لأ ما أنا مضطرة بشخصية فيروزة بمسلسل عصية دمع كان شخصية خدامة ورجعتي أخدتي نفس الشخصية بمسلسل الزعيم اللي رشحتك عليه السيدة مونة واصف بعد ما كانت كمان معيك بعصية دمع ما خفتي الوقوع بالتكرار والتنميط لهذه الشخصية ذاتها هلأ بشخصية فيروزة أحب بيتها كتير كتير وعملت لها كاركتير كتير مهضوم واستمتعت فيها متعة متعة ما طبيعية ومضبوط السيدة مونة واصف الله يحميها ويخلي لنا لنفس الدور بس هيدك كان شامي بيئة نعم هحكي عنه هلأ بالتفصيل للزعيم بس نفس الدور كشخصية يعني أحيانا بيتممت هدا الشخص بيصير ينطلب مثلا على دور مريض أو مثلا ضابط أو إلى أخير هلأ إذا حبيت دور وإجاك فرصة تانية تعمله مرة تانية ممكن تكرره مرة ما كتير يعني إذا كررته مرة ما كتير بس إنت بيصير بالشياء وقت بيصير دائما أنت عم تعمل نفس الدور أما مثلا دور أنا إذا بيجيني هلأ مثل مثلا صبرية طبعا بعملوا إذا بيجيني مثل مثلا التغريبة الفلسطينية طبعا بعملوا لأنه قدم لك بما يصير لأنه دور حلو ما بينشبع منه يعني ممكن تعملوا مرة تانية ما غلط يعني فيك تعملوا مرة تانية وتضفلوا شوي قدي سعادتك استثمونة واصف يعني كمان كنتي معها بآية بحر مع المخرج محمد شهين صح؟ صح الله يرحمه تجربة وقوف قدام هيك قامة كبيرة مثل كانت أول مرة بوقف قدام الستمونة واصف وكنت طبعا متهيبة أنه يعني طبعا أنا مخريجة جديدة وما عندي خبرة ولا شي بس هي كانت ولا زالت يعني فعلا هي أول شي فنانة كتير كبيرة فهي مدرسة وعندها ممكن يعني تفيد كتير يلي بيشتغل معها وبتساعد يعني فأنا وقتها بتذكر قلت لها أنه أنا بدي أقول الجملة هيك اسمت لها وقتها وقتها أنه أنا بدي أقولها هيك هيك أعطي لأ هوني مثلا وعملية هيك بهذه الطريقة فطلعت أنه فعلا يعني مو كل شي نحنا بندرسه بالمعهد هو بيكون كافي نحنا بندرس بس بس الخبرة كتير إلى تأثير وكتير انبسطت بهاي التجربة لأنه بفتخر يعني لم ترشحي للمشاركة بأي عمل من الدراما المصرية لا ليه ما بعرف بتقولي أنه بترفضي الشاركي بسبب أنه مسلسلاتهم ما بتشبهنا حسب تعبيرك قلتي هذا الحكي بأحد التصريحات هل اليوم لسه أقوالك بتقولي عن جد ما بيشبهونا بثقافة أو بالمواضيع اللي بترحوها لا أنا ما بت يعني قلت هيدا الحكي من قدين بس هلأ مؤخرا وقتلي عم شوف كيف عم بيصير الشغل وكيف عم بيصير فعلا تمازج جنسيات وعم يمشي الحال يعني في شي عم بيزبط مثلا بتلاقي لبناني سوري بتلاقي مثل ما حكيت لك قبل شوي فلأ ممكن هذا غير الدراما المشتركي المصري أغلب الفنانين راحوا اشتغلوا مصري وحكوا بالمصري مثلا سوزان نجم الدين سلافة واخرجي تايم حسن هدول الأشخاص اشتغلوا مصري كيف شفتيون بتجاربون يعني هن مبدعين باللهجة مبدعين يعني عملوا اللهجة كتير منيح واشتغلوها لأن هلأ أنا أنا ممثلة أنا تعالي أشتغلي درعاوي بدي أشتغل درعاوي أشتغلي مثلا مصري بدي أشتغل مصري إذا أنا رأ وصلافة معمار كمانا اشتغلت مع يحيا فخد الدين اشتغلت دور بالصعيدي بجنن بجنن طلع طيب حسن اشتغل كتير حلو يعني ما قال علاقة يحيا الفخراني شان تصحيح يحيا الفخراني أنا قلت يحيا فخد الدين حسيت أنه في شي منه ضابط يحيا الفخراني فلا يعني إذا أنا كممثل إجاني دور بالفرنسي بالإنجليزي بالمصري باللي هو المفروض أنه إذا مناسب إني أعمله بشكله الصحيح وبس شاركتي بعمل من تأليف محمد أوصو بعنوان كثير من الحب كثير من العنف مع المخرج فهد ميري أديتي في شخصية إنسانة قوية ومتصلت شو أضفتي من رؤيتك لهذا يعني أدي اليوم تتدخلي يعطوك النص أديب تشتغلي على أنه أنا أشتغل شي تاني ممكتوب إفكتات أو إفيهات ما نقول أي شيء ممكن تضيفي شو؟ تماما هلا أنا أنا بحب بوقت اللي بطلت أشتغل أدوار بطولة صرت بحب أخد الدور يلي فيني تماما مثل ما عم تحكي إني أنا أقدر ضفله ألعب فيه واخترع له شيء يعني يصير بيعنيلي فهذا الشخص هاي الدور أنا كتير حبيته هو كان فهد ميري متخيل أنه هي بتلبس عباية بتلبس عباية وشيء شعبي وكذا عم أنا قلت له كنت أنا قاعدة وقتا بمطعم بالمزة عم مرأت من قدامي مرة لبسة بجامة رياضة وحطة إشرب كان المنظر كتير كوميدي يعني كاركتر إنه هي بس حطة إشرب مولا أنه حطة إشرب يعني حطة الإشرب بطريقة رياضية كمان مدري كيف فطلعت هيك قلت والله هاي الشخصية هيك بتلبس مفروض إنه هيك تلبس فجيت قلت له قال لي أوكي وعملت أنه شغلة بتحب الرياضة وأبضايا وكذا لأنه في عندها أخان شابان وهي عم تقدر عليهم ونعمل لها قتلة لمرت أخونا كانت أنا هي تفيا حلو اليوم بتضيفي للشخصية المكتوبة وبيتقبل المخرج بيتقبل لأنه ما بيكون خاطر له يعني حتى هلأ مثلا بيرد قلبي كان هو متخيل الشخصية يعني أنا أخذتها الشي كان متخيل هي قوية كتير بتكون وهي يعني هي بتكون دافع للجريمة فهو متخيلها كيف إنه بظلها بتعيت وبتصرخ وصوتها عالي ممكن أنا عملتها غير تماما قال لي عملتها غير ما أنا متخيل وأوكي حبيتها من هذا المسلسل أغلب الشخصيات اللي كانت موجودة تركت البلد اليوم برأيك قديش خسرت الدراما بهجرة والسفر بعض الوجوه اللي تركوا جدا خسرت كتير كتير البلد والدراما وكل المجالات مطلوب اليوم يرجعوا لحتى نرجع نقدم الدراما أفضل يا ريت يا ريت طبعا يا ريت كل المواهب وكل يعني كل السوريين اللي طلعوا برات سورية يعني طبعا يرجعوا لأنه سوريا بتقوى بولادة بقيتي على تواصل معهم الفنانين اللي كانوا يمكن زملاء بلحظة من اللحظات آه لكان يعني يعني اشتغلنا سوى أحيانا اشتغلنا سوى برا يعني اشتغلنا سوى بلبنان مثلا بالعراب اشتغلنا سوى كان في ممثلين هاجروا كان عندك جمال سليمان مهر سليبي واليارة صبري ما كانت معنا كان مين كان كمان ما بارد كنتوا تلتقوا كأنوا موجودين قبل مثل لما كنا بالدراما السورية قبل اي اي تماما بعيدا عن المواقف بعيدا تماما بتترك كل شي لحاله بنشتغل نحنا فن فن تماما مكاملين معكم مستنعي سوريا انا افهم هناخد فاصل صغير ونرجح مسلسل الاجتياح مع المخرج الراحل شوق الماجري الله يرحمه جستتي دور فتاة جامعية فلسطينية هي شخصية حقيقية هي هالة الجابر استشهد أخوها اليوم عنا حالات انسانية سورية عنا أم شهيد عنا زوجة مفقود عنا كتير من الحالات اللي يندلها الجبين صراحة قدي صعب نرجع نترجم ونجسد خسارات السوريين بعمل درامي قدي ممكن يتقبلوا ذوي هذول الأشخاص هلا بظن ما بي هاي الفترة غالبا بتلاقي الفن بترخ لشخصيات ولأحداث صارت آسية وقوية بعد فترة من الزمن بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد تلاتين سنة ما بعرف بس هلا بهاي الفترة لا ما خرج لأنه هلا شو ما حكيت أقل من الوجع وأقل من الواقع وصراحة متل ما بيقولوا كل الناس إنه يعني كفانة ورجع يعني ما بدنا كمان يعني نتوجع بالواقع ونرجع نتوجع ونحن عم نترجع للتلفزيون أما هو لازم ينعطع حقهم ولازم ينشغل لهم أعمال مهمة وفنية وتترخ وتتأرشف بس ممكن ما تنعرض هلا أو ممكن تنعمل بعدين رغم أنهم عملوا يعني عملت كثير ما يسمى نصوص الأزمة خلال العشر سنين الماضية إن كان أفلام إن كان مسلسلات حتى وصلوا وصلوا لمرحلة التشابه بعض الطرح يعني إن كان بالطرح كلهم بيحكوا حرب دمار لوكيشن نفسه محلات نفسها تصورت كان صح إنه هاي ولا كان لازم ننطر فترة لبعد ما نخلص وجع لنصور أنا برأيي كان لازم ننطر أنا برأيي إنه يعني الواحد وقت بيكون في شي هالأد يعني مبهر ولا يعني أنا عم معبر عنها بمبهر هي قاسية بس وقت بيكون في شي هالأد قاسي وهالأد كبير بتلاقي الواحد ببعد لحتى يشوف لحتى يشوف التفاصيل لحتى يشوف الصح فهاي البعض هو بالنسبة لقليه كان لازم زمان يعني يمرق زمان والواحد يشوف صح تماماً كل شي صار ويطلع من قلب المعمعة كله ياتا ويشتغل مضبوط تنوعت الشخصيات اللي قدمتها بين كوميديا ببقعة ضوء واجتماعي رجال تحت الطربوش هلأ عمين عرضي ممكن من فترة شفته وغيراً من العمل المعاصرة والتاريخية قدي تغير الزمن ونوعية الأدوار اللي صرتت أدمية هلأ تغيرت الدراما كلها يعني هلأ الدراما كلها ما عادت عم تعتمد متل قبل على نحنا كنا نقول الدراما السورية هي مرآة المجتمع اليوم شو؟ اليوم الدراما السورية هي عم تعكس واقع؟ يمكن يعني هناك أعمال عم تعكس واقع في أعمال ما في تعكس الواقع لأن01 و periodically ما بينعكس لأن الواقع كتير بشيع وما بينعكس وما خارجين عكس وفي أعمال عم تهرب من هاد الشي للبيئة في أعمال ممكن تكون مثلا شيء أدبي أنا برأي أنا برأي هلأ إنه ينشغل شيء أدبي يعني شيء مثل روايات أدبية مثل هيك هروب من الواقع لأنه إذن برأيي الشخصي أنا أنه إذا هلا بدأ تكون درامة سورية بتعكس الواقع يعني ما خرج تنشاف أنا بشوف عم ينشغل المطلوب لما يطلبوا شو شركات الإنتاج شو الدارة شو ما عنحا لأنه شو يعني هلا أنا مثلا معلشي أنا سورية وما أنا قدراني مثلا نشوف أعمال إلا علاقة بواقعي لأنه واقعي صعب وقاسي بقى شو زنبي أنا إذا كنت ماني سورية إذا كنت من أي جنسية تانية إيجي أنا شوف الوجع والعذاب والأهر والحرب يعني الحرب شو بتعمل غير كل شي بشي عقاسي صدى فن يعني نحنا حروب العالم كلها تجسدت وكرر صوة لحتى تكون مواضيع لمسلسلات وأفلام اليوم بيقلك حضر أنه هي مواضيع أنه المادة دسمة وعندك إياها أنا بعكسها بعمل فني يبقى لبعضي يحكي فيما بعد هو هذا الشي اللي هلأ أنا كنت عملك عنه أنه هو شي كتير كبير فأنت لحتى تعطي حقه ما بدك تستعجل بدك تعمل شي فعلا يكون على قد الحدث الكبير يعني مثلا مثل مثل المسلسل شفته هدي كل مرة تشيرنوبيل اسمه عن المفاعل النووي اللي صار شو عمل يعني أنه يعني خارق ما تفعله بلاوي ما تفعله مصاري ما حطط له كل الإمكانيات مشغول بحواريات جميلة فيه شي إنساني فيه يبدو ينشغل شي كتير بدقة وبي أنا برأيي لحتى يكون ما لفتك ولا عمل خلال الأزمة بتقولي عن جد انشغل شابه لألو أو بيستاهل هلا أنا اشتغلت بأعملان اشتغلت مثلا تحت سماء الوطن مع المخرج نجلة أنزور شفت أفلام أستاذ جود سعيد مع أنه ما بيحب حدا يقول له أستاذ لجود جود تحياتنا له كانت حلوة وكانت يعني على مستوى بس لسه لسه على سيرة جود شاركتي بمسلسل أحمر بأولى تجاربه التلفزيوني لجود سعيد بدور لبنى كيف تقيم هي التجربة مع مخرج سينما يعني هو شخص بيشتغل سينما عمل تلفزيون لأول مرة كان كيف كان تعاملوا معكم كمخرج كان سينمائي يعني كان مثلا مثلا هذا المشهد أرينا أنه أنت شو شفهمت منه شو بدك تقول منه حطه عجنب يلا تعونا نحكي شو نحنا بدنا نقول أو شو بدنا نعمل وكان في هاي الأرياحية وكان في شيء بالصورة كتير حلو أنا مبسط بهالتجربة والعمل اللي حبيته هو كان عمل صعب وفيه لأنه فلاشباك كتير وحتى في عالم ما فهمته من أول مرة بس هو وقت يعني لوقت الواحد بيشوفه بتركيز هو يعني بيحترم زكاء المشاهد سترانا يعني اليوم بتتقدم لكم النصوص النص كامل لعمل وبيكونوا مختارينك على شخصية بتلعب عينك أحيانا على الدور بتقول يا ريت أنا أعمله شو بتعملي ب هذا الصبت تروحي تقترحي على هلا إذا كان الدور موزع خلص ما بقى خلص أكيد لا شو بدي خرد إلى رفقاتي أكيد لا شو بدي إلاش شيء لا لا طبعا بس إذا كان مانو موزع ممكن إذو أنا مثلا بشوف حالي أنا بشوف حالي هون أحيان 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 لا بيكون هو شايف حدا تاني أو مو شايفني بهذا المطرح من اللي مرأوا خلال السنوات الماضية بتقولي أنه في مطرح أو دور كنت حابة أشتغله وشتغلته واحدة تانية لو نجحت أو لا هلا طبعا في في أدوار دور بطولي مثلا هلا في أدوار مثلا بحب أن حبيت لو أني أنا مشتغلت طبعا لا ما حقول مالي ما هيزعلوا على فكرة لا لا خلص حتزكي للدور ويرجعوا تابعوا بلتي لا لا ما رح أقول أكيد سبق وصرحتي أنه الدراما شهدت الحدار خلال الفترة فترة الحرب وتم إلقاء ضوء على أعمال بتكرس التخلف برأيك أدي اليوم الدراما عم بتكرس ما فهيم بيتقبلها مجتمعنا بظل نصوص بتحكي عن شرعنت بعض الخيانات أو المشاهد الجريئة والحميمية أنا برأيي هذا الشي هو سقوط وإنحدار يعني أنا برأيي نحن هلأ بعصر الإنحطاط للدراما السورية يعني فرق كبير ونحن كيف كنا وكيف هلأ بس هيدا الشي يعني أنا ما بدي لهم حدا مين المسؤول؟ الظرف العام الحرب الحرب هي المسؤولة نحن وقتا من نحكم إنه نحنا ما فينا نبيع إذا بدنا نبيع نحنا في عندنا شروط مطلوب مثلا بنات حلوات مطلوب بنات يلبسوا أصير مطلوب ما ينحكى بمواضيع كيت وكيت وكيت مطلوب يعني شو بدي يعمل المنتج؟ يا بدي يسكر وفي عالم كتير سكرت ومعاد يشتغلت يا بدي يوافق على هاي الشروط إذا وافق على هاي الشروط فهو مساهم بانحدار للدراما السورية وإذا ما وافق على هاي الشروط فكمان نحنا مسكر علينا اليوم كيف تقيمي الدراما أو حركة الدراما السورية بالنص بالنصص اللي عم تتقدم بالمواضيع أو بكترة الإنتاج اللي عم يصير بغض النظر إذا كتير ولا لا هلا مغلب يعني أغلب مو مغلب عندك مخلب مخلب أغلب لدراما السورية أكتري تابيئة يعني عم بصير هروب عم قل لك يعني إنه ما في عندك ما تركه مجال يعني أنت شو بدك تشتغل بدك تشتغل مثل ما قالنا مرآة المجتمع إذا مرآة المجتمع فنحنا بدنا نطلع صورة صودة إذا بدوا يشتغل شو بدي يشتغل يعني شو بدي يشتغل واحد أوكي عم بيحبوا يعني عم بيشتروا البيئة البيئة أخي ما في عليا مشاكل عم ممكن يمرقوا بقلب البيئة شي فني مهم عمل نص حلو نحكى فيه شغلات حلوة مهمة هلأها عم تتحسن أعمال البيئة يعني ما بقى مثل قبل بس إنه ما تمضي على البيئة أو على هلأ عم بيفوت فيها شيء اجتماعي مهم أنا حسب ما عم شوف كمواضيع هروب يعني هو البيئة هي هروب مثل أيام اليونانيين تعرف كانوا يهربوا بيشو بالأساطير يروحوا يشتغلوا يشتغلوا ليجاند نعم ليجاند ليش لأنه ممنوع تحكي أنت أي نحنا هلأ مو قصة بمرقوا اللي بالدنيا تماما نحنا هلأ مو قصة ممنوع نحكي نحنا ممنوع نبيع يعني نحنا ما بياخدوا منا أعمالنا إذا كان فيها شيء فمن قلب هاي ممكن من مرق اللي بدنا يعني تمام ممكن تشاركي بهيك عمل لو أنك بينافق أو بيتعارض خلينا نقول مع المعايير أنت بتشتغلي فيها بس حسب الأجر هلأ بالنسبة لأعمال بيقاء لا ما عم بحكي بيقاء عم بحكي عادل لكن عم نحكي النصوص يلي ساهمت بين حدارة دراما السورية لا بيهمك النص ما ممكن اشتغل بعمل أنه هو سيء يعني عمل سيء لا ما بيشتغل بيشتغل عمل يظهر سواد واقعنا يلي هو مرآة الحرب يعني مثلا مثل اللي اشتغلته مع السادس نجدة أنزور بيسق تحت سماء الوطن هو كان كتير قاسي وحدا يعني بتتهجر وبتسكن بالحديقة وبيقتلوا لجوزة ومن هيدا الحكي ممكن اشتغل هيك عمل ولو كان هو العالم ما بتحب تشوفه أو ممكن ما ينباع لبرة أو شي ما عندي مشكلة هيدا الشي بيليق فيني وبيحترمه بس ما ممكن اشتغل عمل يظهر المجتمع السوري بشكل وسيخ مثل ما مثلا طلعت أعمال أظهرت المرأة السورية إنه هي مرأة خعينة الأن بتحب صهرة والأخت بتحب جوز أختها والمدرشو نعمل هذا بحريني نذكر اسم صرخة روح نعمل بعض المشاهد واللوحات يلي كرست هذا الموضوع ضد حضرتك طبعا ضد صرخة روح أنا ضد ليش لأنه هذا اللي قالك شو بده نعمل بقلب العمل إذا أنت بدك تشتغل عمل في شخصية هيك بهاي القباحة في بالحياة ومعبة يعني نحنا ما لنا ملائكة في بالحياة ومجتمعنا وبمثل كل المجتمعات في ناس عندهم عندهم هيدا الاتجاه بس بدك تكون بالمقابل حاطة شيء تاني يعني بدك تكون حاطة امرأة لائقة وذات قيمة يعني لحتى ما تبين أنه كل المجتمع هيك هلا إذا كان كل المجتمع هيك أنت عم تبينه فهي مصيبة أما إذا كان فيه معادلة أنا ما بعرف صرخة تروح صراحة ما شفتم اللي حكيتي أنا سمعت أنا سمعت أنه في هيدا شيء أوكي هلا إذا فيه أنه هن في هيدا الشيء وفيه جنبه حدا كويس يعني كان فيه لا لا كله سيء ايه أنا لا ضده اليوم رغم أنك مثلت الجرأة ببدايتك وين سقف الجرأة بتقولي لو عرض عليكي مشاهد لنا بدي يكون شيء مدروس ويليق بتاريخك صح؟ طبعا هلأ بالنسبة لألي أنا جرأة صفر ما عندي جرأة أبدا أنه مثلا أنا ألبس شيء مغري ولا أعمل شيء مشاهد مغرية ولا مسيرة ولا شيء لا أبدا أنا هلأ ما ماني بهذا مشاهد حميمية اللي عم يقولوا بوسي أو شارع شيكا ما بعمل مشاهد حميمية أبدا أنا كار أنا ما بعمل بس أنا معاني ضد اللي بيعمل يعني أنا إذا كان مثل ما قلت لك شيء ضرورة الفنية ضرورة الفنية وما في عندك مجال أنت لكن التلفزيون غير السينما السينما أنت بتروح على السينما بتشوف عرفان إنه في شيء أما تلفزيون هو بيفوت لعندك على بيتك بابعف إذا هذا الحكي اللي عم بحكي مية بالمية صح لأنه هلأ صار في نت كمان أنت فيك على اليوتيوب بتفوت بتشوف البدك يا أنت عم تسألني أنا كار أنا أنا ما بعمل شيء حميمي ولا شيء لأنه أنا صرت بعمر وعندي أولاد كبار وما بلاقي حلوة بالنسبة لألي أنه أنا حط حالي ما بتزبط معا بس ما بتلومي اللي بيعمل هدو إذا كان في ضرورة ما بلوم لا اليوم تطلبي لأدوار بتناسب عمرك يعني قديش ما تصالحة مع هيد الفكرة معت بقى رنا المراهقة وطالبة الجامعة أو مصدوك أكيد طبعا طبعا متصلحة مع هيد الفكرة كتير حتى هذا المسلسل الأخير أنا بكون أم لرواد عليو وجاني إسبر يعني أنه أنا ماني بعمر أمهاتهم أنا أصغر طبعا تماما وكان فيه هي الشخصية في إلى مراحل بتكون بالعشرينيات على أنه أنا ممكن ألعب أنه أكون أكبر من خلال أدائي من خلال تماما يلعبوا على الميك أب أوكي فما عندي مشكلة أبدا بالعكس أنا متصلحة مية بالمية مع حالي حتى المشاهدي يلي أنه أنا بدي كون بعمر أصغر قلت لهم ماني مضطرة أنا ماني مضطرة أنه وجع قلبي أنه أنا تكون بيّن عشرينية وأنا وحدة خمسينية أكيد لا بنتي أخذت الدور لأول مرة بنتي أخذت دور الشخصية اللي أخذتها هي اسمها رفاه بتكون بالعشرين لأول مرة حتكون وحنشوفها بمسلسلة حتكونوا مع بعض هي حتكون بدور الطفلة وانت تكفي دور حلو إن شاء الله موفاء يا رب بعيدي عن الوسط الفني كصداقات وعلاقات وقريبة لعائلتك يمكن شوي ليه ما عندك صداقات فنية ليش ما عندي صداقات فنية لأنه أنا حدا شو بدي إيقلك يعني بحب بحب الهدوء بحب طقوسي اللي بعملها وهاي بتاخد مني وقت وأنا بحب الأمومة بحب بحب حالي كأم بيتوتية ببيتوتية يعني ما بحب مثلا تيجي بنتي ولا أبني ما كون عملتلون طبخة ما كون مضبطتلون البيت ما كون مأمنتلون احتياجات يعني مثل ما كانت أمي تعمل وأنا كنت حس إنه هذا البيت هو هو الملاز تبعي يعني يعني إذا أي شي صار معي برا ما مشكلة أنا برجع عبيتي بلاقي حضن دافي فأنا بحب هاي الحالة وبعمل أنا ما بتحسي بالتأصير تجاه أبدا يعني أداي واجباتك وحتى البيت عحساب الفن والشغل وانا سعيدة يعني أنا بحب هيك تزوجتي وانفصلتي أولادك اليوم إلنا بالهواء أعماره ونبقين حدا بالجامعة عم يدرس بس أنا نفصلت ورجعت ورجعته هلأ ما بعض زوجك طبعا المنتج التونسي الهادي قرنيت صح تحية إله أكيد يمكن قليل اللي بيعرف أنكم رجعته من كم سن يصر لكم ما بعرف أنا مصرحة بهذا الشي نحنا نفصلنا تقريبا شي خمس سنين ورجعته هلأ رجعنا من 2012 2012 أولادك قلت لي الشاب عم يدرس شيء له علاقة بالتمثيل صح لا عم يدرس إخراج سينما أثرتي بخياراتهم المستقبلية لالبنت والصبي هلأ هو ليس مثل مثل الوقت كان صغير مثل بالانتظار كان أبنى لايارا صبري وكان العمل ليس حج ورجعه لهم تحي وعمل دور كتير ورجع أدوار مرة ثانية واجع دور مع حاتم علي كان بكالوريا بس أنا وقتا ما قبلت أنه بده يأثر على دراسته يرأيتني قبلت لأنه أثر على دراسته بدون المسلسل بعدين هو هو ميول وفنية يعني ليس بس بحب الإخراج أكتر عم يدرس إخراج سينما وليلة كانت أول شي عم تدرس طب بعدين بطلت صارت بزنس وحب يعني تخد مجال التمثيل فإنه أوكي أنا ما عندي يعني أنا بشجعة إذا بدأ تخد على التمثيل وإذا ما بدا كمان بشجعة بالخيار بيكون الموهبة أو التمثيل بالدم بييجي بالوراثة يعني مشوف أبناء الفنانين اليوم دارج القصة شوي مع حضرتك هلا أنا بقول يعني نحنا كلياتنا ما بعرف أنا من وقت ما كنت صغيرة كنت حب تكون ممثلة مثلا أختي بتحب تكون ممثلة بس يعني حاولت وبعدين ما حبيت يعني أغلب الناس بيحبوا يكونوا ممثلين فأكيد أنت وقت بتكون في ابنك وانت ممثل حيحب يكون ممثل تمثيل شي مغري للإنسان والشهرة شي مغرية للإنسان فهن أوكي حيحبوا بس أما موهبة بالدم مبزن موهبة هاي من الله يعني هي مو مو مرض سكر حتى ينتقل بتكت ب أصص ومصرحيات للأطفال نشرت شي لا والله ما نشرت أبدا وأنا يعني بلوم حالي كسولة وين هلأ هن عندي بمسودات ناطرين حضي يعني ناطريني أنا لحتى أكون شوي نشيطة وأعمل خطوة بهيدا الاتجاه بجوز يعني بعد فترة هيك ما بعري صرختي أنه كنتي على هيك في طور تعاملة تجربة إخراج وين صارت هلأ صارت لسا تقائمة بس نحنا كتبنا مسرحية أنا وسوسن أبو عطار نعم قطبسناها من ثلاث مسرحيات لمغليير حلو البخيل ومريض الوهم والتانية مريض الوهم والبخيل وترتوف نعم ترتوف فعملنا لتوليفة وعساس أنه يعني هي حتكون البطلة وأنا حأخرج العمل ومع أصدقاء وهيك هلأ اللي صار أنه أنا عم فكر جانت هلأ نعمل كل واحدة على حدة أنه كل مسرحية على حدة لمغليير فما بعريف يعني أدي عندك اليوم رؤية إخراجية لتقدمي شي لسا ما تقدم أو مختلف على العمي عن الشي اللي بيتقدم بس بس يعني بدي همة يعني أنا بدي إجحز همتي لحتى فوت بهيدي التجربة يعني أنا كل مرة عم بحكي بس مش نشجع حالي تفوت بهي التجربة بدي أعمل همة وفوت بأور جيكم مسرحية حلوة إن شاء الله الموسم الرمضاني الماضي يمكن ما قدمتي كنتي غائبة أو بعيدة شوي تقريبا هلأ الموسم الرمضان الماضي تقريبا يمكن شو كان في 2020 ما شفت أنا اشتغلت الحلاج الحلاج اي واشتغلت مسلسل كان اسمه عبور نعرض نعرض بالأردن يمكن نعرض معصبة مبارك ما عندك مشكلة بغيابك سنة أو بتقولي مثلا بتنازل عن الأجر شوي يعني ممكن أنت تغيبة بسبب أجر أو بسبب نصمة موجود ما عندك مشكلة تغيبة سنة أو سنتين لا متعودة يعني أنا متعودة أني غيب سنة أو سنة ونص وسنتين بس ما أكتر يعني بعد سنة ونص بصير بقول يلا خلص أنه خليني أعمل شي بقى مرأت شي مرة أنك غيبتي أنه ما بتنطلبي أنت القرار عندك يعني وقت اللي بدك تطلعي هلأ شوف أنا وقت اللي جبت أولاد وكان أولادي صغار صرت أعتذر وقت من الأوقات طليتني أعتذر بعدين خلص انتسيت يعني مرأت فترة أنه حتى هنة ما عاد يطلبوني خلص بعدين ما عاد أتذكر بأي عمل رجعت يمكن بعمل كان في الساس غسان مسعود وكان أخراج هاسم حقي رجعت وبعدين رجعت يعني كمان أنت وقت بتبعد كمان بتنتسى شاركت بالدنيا مع سيدة أمال عرفي ببقعة ضو أخراج هشام شربت جي تحيي إلون وبعض لوحات بأجزاء من بقعة ضو اللي تحج كمان أدي عمين شغل اليوم كوميديا صح كنت تكوني كوميديا لايت يعني مش كوميديا كوميديا ما كنتي أبدا مرة كوميديانة حقيقية أدي عنا اليوم كوميديان عندنا كتير لكن نحنا عنا مواهب كتير يعني أنا وقت بتفرج بشوف عدد كبير من الموهوبين حقيقة يعني أنا وقت مثلا عم بتفرج بتفرج على خربة بتفرج على ضايع ضايع بتفرج على ببساطة حتى وقت اللي فيه كام حلقات ببساطة بتشوف يعني عالم عم جد موهوبة وممثلين عم يطلعوا جدا وعنا يعني هاي البلد ولا دي دائما في عندك كتاب زراف ممثلين مخرجين بس بدك زرف انتاجي كويس يعني بدك عملة بدك مصاري تنضخ بدك منتجين يكون في عندهم مشروع انه يعملوا شي بتقولي بتمنى تكون مع خربي مثلا أو ضايع ضايع معلوم طبعا أنا بتمنى كون بأي عمل هو حلو يعني أنا بالنسبة لقالي ضايع ضايع من الأعمال يلي الله يرحموني ضال سيجري ووجه تحية للكل وباسم ياخر وللكل يعني ولليس حجه انه هذا العمل أنا بالنسبة لقالي إدمان قيمة ما طلع بشوفه إذا ما طلع بحبش عليه وبتفرج عليه يعني هيك بيعملي رلاكس بيفرحني وخربة كمان كان كتير حلو طبعا بتمنى سترنا بمسلسل وشاء الهوى شخصية واقعية لا مبالية مركبة وعميقة قدي اليوم بظل وغياب يمكن وشح الأعمال الاجتماعية قدي عمين شغل شامي على حساب يعني يعني نحنا تقريبا عم نلغي الاجتماعي عم نروح على بيئة شامية مطلوبة اليوم ممكن بس نحنا عم نروح أو عم نسحب لبساط من تحت الأعمال الاجتماعية يعني أنا هذا اللي بزعل لأنه نحنا لازم نشتغل أعمال الاجتماعية أخي مو ضروري كنت عم قلت لك أنه نحنا أزبنان دا تكون لدراما مرآة المجتمع فح تكون سودة أخي مو ضروري تكون مرآة المجتمع مية بالمية بس مرآة الإنسان يعني نحنا كبشر عنا ما يكفي من القصص والمشاعر والدراما يلي ممكن أنه نشتغل ولي ممكن أنه ينكتب عنا تكون جميلة وممتعة ومفيدة بتعادتي عن السينما بفترة من الفترات وقلت أنه السبب هو عدم انتجامك مع العاملين فيها هذا التصريح لقليك اليوم كيفك أنت والمؤسسة العاملة السينما منيح بيبعثوا إليك نصو هلأ هلأ لأنه اشتغلت آخر شي مع جود سعيد بنجمة الصباح حينعرض يمكن هلأ في عرض بكرة بكرة طالعين نحضروا تفضل معزومين كلكم رجعت يعني رجعت العلاقات كويسة وبتمنى يعني أنا دايما أني أشتغل سينما لأنه ببلشت أنا من السينما وبيعتبر حالي بنت مؤسسة السينما فبتمنى أنه دايما يجيني أعمال سينما وأنه أشتغل سينما ما بعيد عنه متهم المؤسسة اليوم بتكرار بعض الوجوه إن كان مخرجين إن كان ممثلين بيقولوا أنه في بعض الشلالية أزبنا نقول بتوافق هذا الاتقاد أو هذا الرأي بعتقد أنه أي في هيك شي يعني حسب ما عم شوف أي في هيك شي بس ما بعرف إذا هذا الشي هلأ ما بعرف شو الأسباب يلي بتخلي يصير فيه شلالية هلأ في عالم بيقولوا نحنا فيه شلالية حميدة اسمها شلالية حميدة بمعنى أنا بشتغل مع أستاذ مأمون الخطيب والجهل والتحية و بشتغل دائما مأمون بيناقي مثلا نفس الممثلين نفس المساعدين نفس كذا يا أخي طب أنت بدك تلعب لعبي هو الفن لعبي طب أنت بدك نقل اللعيب اللي معك تكون بترتحلهم يعني ما فيك تجازف وتلعب مع حدا ما بتعف وبترتحلهم في غياب لفرصة أنا ممكن تكون أفضل من اللي عندي إن كان عم بحكي فني أو أو ممثل ممكن لأن أعطي فرصة لشخص قد يجيد أكتر لازم لازم ينعطى فرص دائما لازم دائما ينفتح باب لفرص ناس ما عم بتتح لفرص لحتى تشتغلوا أكيد بين هذول الناس يلي ما عم يشتغلوا في ناس موهوبين كتير ولازم يعطوا فرص أنا هذا رأيي شاركتي بمسلسل المصابيح الزرق عن رواية حنّا مينا من إنتاج المؤسسة العامية للإنتاج بدور مريم السودا صح هي إحدى سكان الخان كانت صاحبة مشاكل قديشك صاحبة مشاكل جدا مع مين صاحبة مشاكل أنا حدا مشاكس بالحياة يعني يعني مثلا أنا عم قل لك أنه طلعت من بيئة ما في حدا فنان ما حدا بيخطر عباله أنه أنا جايي أدرس قد فرنسي أنه بديفوت بالمسرح وبديشتغل ممثلة مثلا أنا جوازت جوازت شاب حبيته برات العيل وبرات كل شي هي نوع التمرد ما بقصدي يعني أنا مشاكسة كيفي يعني أنا بس شي تنافي وحس أنه بكل مقاييسي ومعاييري وتربيتي أنه منه غلط فما خلص أنا بقرر أنه منه غلط وبمشي فيه هيك يعني فأما مريم السودا بالمصابيح الزرق لا هاي مريم السودا بالمصابيح الزرق كانت شخصية مسحوقة بالمجتمع وعصاير مع مشاكل يعني هي كانت حدا تشتغل كانت تشتغل عاهرة هي وبعدين تتجوز الكندرجي وبتصير هاي المجاعة وبتصير بتطلع كل حقدة فبمين تتفشش هي على أساس أنه هي السودا اسمها السودا أنه هي بتكون بشعة وقبيحة هلا هي صارت بشعة وقبيحة من الجوع والفقر والتعتير أما هي كانت مانا هيك فهي مين بتتفشش بيه سلافة واخرجي هالبنت الجميلة يلي عم بتحب بتكون بتحب محمد بتغار منها يمكن محمد الأحمد وهيك فبفيه بيضلا بتقول إنه أخ لو كنت بجمالك شو كنت بعمل يعني فبيطلع الحقد والغيرة من ورا الأسوية اللي بتعيشها بحياتها بتعدي للعشرة التي تأخذي هيك دور صعب ومركب ومعقد الأرض ممكن ما يتقبلوك العالم تكره هيك لا أنا بالعكس تماما أنا بتمنى يجيني دائما هيك دور أنا بحب هاي الأدوار كتير وبعشقة وبستمتع وأنا عم بشتغلة بحب دور مثلا الشرير لأنه الشرير دائما في عنده محرك شي طالعو محرك عم بيحركوا لحتى يعمل هذا الشر فهذا بالنسبة للممثل ممتع لأنه بيصير بده يشغل كل أدوات وفكره ويرائب ويشوف ويقرأ ويحاول يعمل شي هلا أنا بالحياة ما أنا حدا شرير أنا حدا يعني بعيد كل البعد عن هذا الشي فهذا الحال وبيخليني شوف جوان الإنسان مانه أبيض بس أو أسود بس بيخليني شوف الأماكن اللي مسكترة جواتي يعني خليني حاول إفتحها برأيك هذا المسلسل اللي هو مأخوذ عن رواية معروفة قد يكون مضمون النجاح قبل ما يطلع يعني أو بيكون الغهان أكبر حنقدم شي مختلف عن الرواية هلا أنا برأي العمل اللي بيتاخذ عن أدب عن رواية هو عمل بينجح أكتر لأنه أنت بالدرجة أول أول يعني باز أول شي للنجاح العمل هو النص هو الورق هو النص هو القصة الكلمة السيناريو وقت يكون هذا موجود هذا بيكتير بيزيد من فرص نجاح العمل تم حدا بيقلك ذاكرة الجسد مثلا لأحلام مستغل من عمل كمسلسل وفشل يعني ما كان بنفس قوة وشهرة ونجاح المسلسل أو هيدا الرواية هون في مفارقة يعني في بيكون رهان على أنه نحن نقدم شي مختلف أو هنأخذ النص مثل ما هو في كون السيناريو بياخدوه كأنه هو سيناريو يعني حلق مو كل الروايات هي بتنعمل مسلسلات في روايات تنعمل فيلم أنا بالنسبة لقليب بشوف كان ذاكرة الجسد كان نجاح كتير كتير لو أن نشغل فيلم ما مسلسل لأنه يعني بدك يكون عندك مقويمات وعندك كتير قصص ومرحلة زمنية وكتير يعني خيوط تشتغل علي لحتى ينعمل مسلسل 30 حلقة أما إذا كان ما عندك كل هالخيوط لأ أحلى ينعمل فين كنتي بتحبي تكوني بالمسلسل تبعا ذاكرة الجسد أنك تمثلي فيه أنا قرأت صراحة الرواية بس ما شفت المسلسل شفت شوي كان جمال سليمان وأمل بوشوشة كانت أول مرة يمكن تطلع وقالت صراحة متابعت وما فيني أحكم عليه بس أنا بتمنى يعني لأ أنا بحب أن تكون موجودة بأي عمل ناجح شاركتي بتجربة الدوبلاج إليك باع طويل بالدوبلاج بدءا من الكارتون يلي ذكرتي قبل شوي وصولا للمسلسلات التركية واللاتينية ومدرية مكسيكية وهمدية والباداكية كارتون عندك يمكن أبطال ديجيتال عهد الأصدقاء أنا وأختي داي الشجاع المدافعون سندريلا مثل ما قلتي اليوم بينحكي عن شي اسمه جماعة الدوبلاج هل القصة حكر على ناس ورس لا ما أنا حكر لأنه أنا عم بشوف كتير وجوه جديدة بالدوبلاج كتير يعني كل ما بروح على شركة بلاقي وجوه جديدة بالدوبلاج الدوبلاج هو فن وبنفس الوقت بده تكنيك يعني ممكن أنت تكون فنان كتير قوي وكتير شاطر بالتمثيل وموهوب وما طلقوا التكنيك الدوبلاج وممكن تكون أنت حدا ما كتير ما كتير ممثل قوي وطلقوا التكنيك الدوبلاج ويمشي الحال مع شوية ملاحظات وبعدين بتتحسن شوي شوي ف يعني فيش كتير شغل دوبلاج في كتير شركات وفي كتير عالم بتشتغل بشوف أنا ممارهوب يمكن للأجر المادي اللي هو أفضل من الإضاءة زي بنا نقول أو مكان تاني هلأ كان أجر المادي كويس أما هلأ سيء جدا خلاص هلأ كل شي نحنا منتقاضة قياسا لل شو بدي أحكي يعني قياسا للوضع الاقتصادي اللي نحنا عايشين فيه سيء من الدراما للإضاءة كله سيء لأنه أنت عم تتقاضى وكأنه ما صار هايدي الأفزة لل للعملة الصعبة شو بدي أقول واحد بيقوله بصعوبة لو ما صارت هايدي الانحضار اللي قالنا نحنا كان أوكي بس نحنا كل شي بنشتري هو يعني آيسينه كيف صارت نعم ونحنا كل شي منتقاضة ضاربين بعرض الحائط إنه هيك صار شو أكتر شخصية كارتونية رفاقتك وصرت تحكي بطبقة صوتها بالبيت مثلا هلا أنا كتير بحب كاسبر كاسبر يعني هلا هي ساندريلا كتير حبوة العالم وساندريلا طبعا بس كاسبر أنا بحب هاي الطبقة اللي بتجي هيك صبيانية شوي أريد أن أكل أريد أن أكمل معك هذا الحوار الجميل لأنه ممتع ولطيف يعني هيك في نعم كمان بي مسلسلات مكسيكية ماريا ماريا كلارا هيك كان اسم المسلسل ماريا كلارا أنا أول أعمال اللي عملتين أنت ممكن قبل حتى كمان ب مورينا كلارا مورينا هلا ذكرت هاي إما للرفيف كنت بسنوات الضياع كمان بي مسلسل أم العاصي نفس الشخصية هاي صارت ركور لألي أنه وقت بتطلع بمسلسل خلص أنه هيدا الصوت لارنا لارنا فبيجيبوا صرت أحفظها أنا حفظتها لهاي الممثلة ما بس طبقة صوتها يعني أنا صرت أحفظ هيك بتمثل يعني أنا مثلا بعرف أنه هي هون هيك بتعمل فأنا ضغري بس شوفها بعمل بعمل مثل ما هي فعلا رح تعمل وبيطلع صح بتتنفس بتاخد بتعمل هيك شي اليوم قدي في طلب على هدا النوع من الدراما إن كان مكسيكيا أو تركي أو 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 طبعا عندك محطات كاملة عم تعرض ساعات طويلة من المدبلج يعني مطلوب كتير شغالين شاركتي بمسلسل أولاد سلطان أو أولاد سلطان لا لا ما شاركت أعتذرت أعتذرت أريت النص أريت النص النص حلو كتير ليت أركتي ليش ما عملتي بيقى الشامية لأنه هو بيئة هو بيئة بس أنا اعتذرت وقت صراحة مد من الأجر الأجر يعني ما كان اليوم ممكن يصير هذا الرهان على أنه ما ندفع لهذا الموثل لو كان ممكن يخدمنا أو يشيل الدور لقاء أجر مادي هيك عم بيصير تستبدلي بحدة تانية يمكن لأجر أقل أو يدفعوا لحدة تانية أكتر مرنة ممكن يصير هيك ولا ما يصير هيك ما بعرف بس يعني عم بتصير الشغلات يعني هي يعني هو عرضه طلب بالأخير يعني هو بالأخير هذا الشغل صح هو فن بس هو بالأخير عرضه طلب يعني ممكن ما يستغنوا عنك أبدا إذا هن كثير مضطرين عليك وما في إلك بديل أبدا أو إذا كان مثلا مخرج أوي كثير وبيجي بفرض رأيه بيقول أنا بدي فلان وما بدي غيره أو مثلا الشئ المحطة يعني بدي يكون في سبب لحتى مثلا يوافقوا لك على طلبك أنت أو ما يستبدلوك قبل مشاركتك في مسلسل الزعيم كنتي ترفضي أو تشاركي بأعمال أو كنتي تستبعدي لسبب اللهجة اللي حكينا عنها يلي هي بتقارب اللهجة اللبنانية بحكم إنوالتك لبنانية وعدم إتقانك الشامي اليوم شو تعلمت الشامي أكتر كتير تعلمت الشامي كتير منيح لأنه عشرت هيك جارة شامية و كتير التقيت أنا وياها وكتير استفدت لأنه أنا مو أهلي مو شوام نعم وجوزي مو شامي بيت حماية مو شوام رفقاتي مو شوام بالغالب يعني في عندي رفقات شوام بس يعني ما بتكون أنت كل الوقت معنا عرفت بس جارتي هاي دي كانت شامية وشامية عتيقة وقضيت مع السنة كاملة حسيتي تعلمت كتير حتى أنا هلا مثلا بباب الحارة بلاقي حالي إنو عم برتجل بالشامي عصير باب الحارة والبيئة الشامية حتكوني بالجزء 11 من مستساب باب الحارة مع محمد زهير رجب المخرج رغم رفضك بالأجزاء العشرة ما كنت تشاركي بسبب إن اللهجة هل تغيرت قناعاتك بتغير النص والمنحة والمخرج هلأ بصراحة أنا ما رفضت ما تقدملي لا لا ما تقدملي باب الحارة بجوز كنت تستبعدي بسبب نفس السبب ممكن ما بعرف يعني ما تقدملي باب الحارة أنا كنت تحب شارك بباب الحارة دائما لأنه باب الحارة هلأ الأجزاء الأولى وأنا كتير حبيت وباب الحارة أنا بحب فيه إنه هو محبوب يعني هلأ أوكي بتقول إنه باب الحارة وخلصه حاجة وصار مضمي تجزق ومدرش بس مطلوب ما فينا نكر بس إيه بس بينشاف يعني هلأ في أجزاء كانت أهم من أجزاء في أجزاء كان فيها محاور حلوة كتير وكانت تنشاف وعملت عملت صدى حلو يعني فباب الحارة هو عمل يعني بيحب الممثل إنه يشارك فيه ولو مرة مع أنه خفضت شعبيته يمكن مداء من الجزء الأول لوصولنا العاشر حتى كمان الجزء العاشر قالوا إنه كمان بتغير المخرج كمان تغيرت الملحة اللي كان فيه أو حتى المستوى الطرح هلأ أنا يعني عم شوف إنه بهاد باب الحارة بيختلف عن باب الحارة لقبل إنه مثلا بتلاقي فعلا فيه نساء مثقفات فيه عندك نساء عم يطلعوا يشتغلوا أنا الشخصية اللي أنا أخذت بنتي بتدرس طب وجوزي يعني حدا كتير مثقف عم ينطرح الجانبين يمكن العنتريات حتى فيه ناس بلحجة فيه اليوم السوق عاوز كده بده بأشابية طبعا السوق بده بيئة شامية البيئة الشامية هي بيئة مغرية يعني أنا مثلا أنا يعني أنا معي ينشغل بيئة دائما مو بس بيئة شامية أنا بحب بحب أعمال بيئة يعني أنا مثلا كنت حب أتفرج على أبطال فيرجين هاي دا شو بيسموه تبع الكوي بوي بحب شوف بحب شوف مثلا كل أنواع البيئة بحب شوف صعيدي كتير فيلم مثلا عرق البلح شفتو يعني شي مختلف عن الدارج يعني أعجبت فيه جدا يعني أنه كل ما أغرقت في البيئة أنت بتطلع شي نحن ما بنعرفه يعني نحن ما شايفينه وبيكون غريب فأعمال البيئة هي نوع من الفن اللي نوع مثل أنت بتقول عندك فن كلاسيكي عندك تشكيلي عندك تشريدي وإله جمهوره وإله جمهوره شاركتي بمسلسل ردلي قلبي حيكون بـ 2021 العرض بالرمضان إن شاء الله إن شاء الله كيف التجربة كيف التفاصيل إذا في شيء هلأ هو العمل حبيته كتير لأنه بيشبه الدراما وكل عائلة في أبطال جماعيين كل الشخصيات هي بطلة وكلها مفردلة يعني شغل ومشاهد مهمة وما في حدا على حساب حدا بتحس أنا منقول 2021 حتكون السنة سنتك يعني عندك ردلي قلبي عندي ومن الحب مع المخرج باسم السلكة صحيح آه اعتذرت اعتذرتي كمان هذا ما قلتي ما صرحت إليه لا استأخذت النص كمان لا تقليل كمان شاء الله مور بورتري كان اسمه بورتري بس عملوه هلأ رح يعرض هلأ قريبا بورتري أنا عتذرت عن بورتري آه ليسبب كمان أجر مادة آه آه فمشان هيك أنا خلص قلت ما عدت فرج عن المادة يعني بتقولي روحة فرص يعني ضيعان تندمي علي آه ندماني إليك مشارك تدي يعني يعني مو ندماني ليك أنا ما كتير من الناس يلي بندم إنه ما حدا بياخد بالأخير غير نصيبه بس بس ما هلأ يعني هيدا الوقت يعني إذا أنا بدي ضلني أعتذر فحضر أعتذر في شيء بدوي كان عم ينشغل بالإمارات آه هيدا البدوي أنا كان لازم أشتغل فيه بس اعتذرت كمان اعتذرت لأنه لأنه كان في عندي ظرف اجتماعي ما مادي آه آه كمان بتحت الحزام بدور كنتي مرام اللي كانت بتعاني مشكلة الإنجاب بمسلسل أسياد المال مع المخرج يوستفرز بدور فتاة تتزوج بالسر بأحقاد خفية أو مخفية خفية خفية مع مروان بركات كلها مواضيع اجتماعية اليوم نفتقد لهذا النوع من الدراما نرجع للشامي والبدوي مين المسؤول المسؤول هو الحرب مو شركات الإنتاج الحرب هي المسؤولة لأنه نحنا كان عندنا شركات إنتاج وكانت عم تشتغل وكنا عم نعمل أعمال حلوة وكان عندنا كوادر وكان عندنا محطات عم تشتري مننا الحرب هي السبب أنه خلت المحطات ما بقى تشتري مننا إلا بشروط يعني بشروطها المنتجين اللي هي ما تدخلوا بدهم سياسة معينة بدهم يعني هنه صار مثل حصار على سوريا ما هو يعني حصار بكل النواحي فممنوع أنت مثلا ما منوع تشتغل عمل سوري سوري لازم يكون تدخل عطول حدا لبناني حدا مصري حدا أردني حدا مدري شو كذا كذا فصارت أنت المواضيع اللي عم تطرحها مختلفة هلأ نحن ما فينا كمان يعني أنا بقول الحرب بس كمان ما فيني نقول أنه نحن ما قلنا ولا أي يد يعني كمان نحن ما المفروض نكون هالأد ضعاف يعني لازم نحن أنه نكون نلاقي بقى حلول نعملت بعض الحلول يمكن كان فيه مشروع اسمه خبز الحياة نعمل لحتى يرجع نهوض بالدراما وبتوقع في الشي يعني ما نأخذ هذا كان عبارة عن إنتاج بعض المسلسلات أكتر من مسلسل خلال 2019 ك2020 ما نجح هذا النجاح كانت هشة هذي المبادرات برأيك هلأ بده دعم بده دعم يعني بده دعم مادي وبده حدا مهتم يعني فعلا أنه يتاخذ بإيد الفن السوري يعني بده بقى بده حدا يشقل يعني غير هيك بده وقت بالوقت اللي يضل عنا هيك إجابات سريعة شاركتي بفيلم 77 فاصلي مع المخرج مالك محمد والممثل تحياتنا إله فيلم تاني بعنوان واحد تحت الصفر لمعاذ حسن الباشا شوي التفاصيل على السريع هلأ هاي سينما الشباب دعم الشباب أفلام قصيرة أنا كثير كثير معجبة بهذه بهذه النشاط وهذه المبادرة هي بتعطي فرصة للي درسوا أكاديمية أنه يطلعوا يعملوا فيلم قصير وأنا معهم قلبا وقالبا وأي حدا بيقالي اشتغلي معي أنا معه لأنه بعدهم أنه هذا الجيل يلي لازم يتقدم له ولو شي يعني بألفين وعشراك تكرمتي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع عدد من الفنانين تقديرا لجهودكم وأعمال بتخص القضية الفلسطينية هل اليوم لا تزال القضية الفلسطينية قضية درامية برأيك بظل أنه صار في شأن سوري أبدا هي قضية الفلسطينية هي قضية عم بحكي دراميا دراميا مطلوبة اليوم لتنطرح بالدراما لا زالت القضية الفلسطينية موجودة لأنه لازلوا أهل غزة عندهم قضية والعالم يلي قاعدين جوا لازل عندهم قضية صح نحن معاد عم نتابع مثل قبل بس لازلت القضية الفلسطينية حية ما ماتت وقضية سورية حية وصار في قضايا كتير غير القضية الفلسطينية فهي يعني ما فينا نموتها يعني ما فينا نقول أنه ما موجود قضية فلسطينية لا في قضية فلسطينية وقضية فلسطينية حية والفلسطينيين عم بيعانوا والسوريين عم بيعانوا واللبنانيين عم بيعانوا المنطقة تقريباً في وجع مشترك عربياً تكرمتي محلياً ما شفناك بتكريم رسمي بتنتقضي أو بتلومي لا أتكرمت رسمياً كرمني الوزير الثقافة وزير الثقافة محمد الأحمد السابق وقتها تكرمت من سنتين وكنت كتير سعيدة وهيك بشكل لائق وجميل بدار الأوبرا بافتتاح مهرجان كمان سينما الشباب وهذا الشي يعني فرحني اليوم لو عملنا فلاشباك على مسيرتك وين تسرعتي بأي مرحلة وبتندمي بعمل أو بخطوة عملتيا؟ بحياتي الشخصية بدي بحياتك الشخصية والعملية هلا أنا كنت حدا متسرع بالحقيقة بيعني بقبل الأربعين كنت حدا متسرع جدا كنت ما نحن نفكرين اليوم أربعين ايه لا ماني أربعين فوق الأربعين أنا ما عندك مشكلة مع الأمر؟ لا 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 أبدا أنا ما عندي مشكلة مع الأمر ومتصالحة مع حالي بكتبوا اليوم على الانترنت إنه موالي تكون صحيحة بتكون؟ هلا أنا اللي نازل على الانترنت منه صحيح صراحة صحيح؟ وبيضياتي الإجتماعية كمان ندم أنه أنا كمان لأنه كنت حدا حساس ومتسرع و.. من هدول الشغلات سبابت لحالي بمشاكل كان ما في داعي لأ لا اليوم أنضج طبعا أنا هلأ قمة النضج عم تعيشي لحظات أو بقمة النضج صح؟ لا طبعا ما حدا بيقول عن حاله قمة النضج يعني شوية تواضع عم بمزح لا أنا طبعا أنضج بكتير بالنسبة لألي الدنيا صرت شايفتها غير مطالبي من الحياة غير تجارب تجارب البلد وتجارب الشخصية خلتني أكتر اتسان أكتر تواضع أكتر حكمة وبعتقد أنه أنا هلأ رضياني لأنه أنا واصلة لهذه القناعة قدرت تحافظي على توازنك ما يصيبك غرور أو داء عظمي مثل بعض كتير من الفدانين هلأ ما كان عندي هيدا الشي أنا يعني ما كان عندي اتجاه للغرور بعمره يعني ما أنا من هيدا الشي موس التواضع يعني أنا شو لحتى أتواضع يعني يعني أنا مين لحتى أتواضع يعني بيتواضع الواحد بيتواضع ربنا بيتواضع بس نحنا بشر عشو بنا نتواضع يعني يعني إحنا أساسا وضيعين أنه ما منتواضع بس يعني يلي تغير أنه أنا صرت حدا بحاول أفرح بكل شيء بملكه ربنا عطينيه زرفي عطانيه بحاول انبسط بكل التفاصيل الصغيرة ما عاد في عندي متطلبات كبيرة لحتى أفرح زادت مزاجيتك بالتقدم العمر؟ لا بالعكس مزاجيتي صارت أهدى يعني صرت أنا حدا ألطف مع حولك لاحظوا هذي الصغيرة أصعب قرار فاصل بحياتك أخذت دفعتي ثمنه اليوم؟ يعني هلأ أصعب قرار فاصل إني أنا بقيت بسوريا بالحرب طبعا عم بدفع ثمنه مثل كل الناس بس بس ماني يعني ما رأني كنت رح أخذ غير هيدا القرار وهلأ ما رح أخذ غير هيدا القرار هلأ أحيان بنده أحيان بقول يا ريتني سافرت يعني وقت البتهيك بكون الوضع كتير قاسي بس برجع بقول أنه ما رح أقدر عيش لأنه أنا حاولت يعني أنا سافرت وأنا حدا يعني زوجي تونسي أمي لبنانية أجتني فرص أني أطلع بس ما بقدر ما بقدر عيش غير بالجوية اللي أنا عشت فيه وكل عمري عشت فيه الفناني والنجمي رنجم مول نورتيني شكرا لأن قبلت دعوتي للبرنامج بدي كلمة لحوار في آي بي والله أنا اللي انبسطت كتير بهالجلسة الصداقية ويعطيك ألف عافية وبتشكرك كتير على كل شي حكيت لي والبرنامج فعلا يعني راقي وبينشاف وبتمنى لكم كل النجاح وإن شاء الله منلتقى بعد فترة وبيكون كل شي كمان صار أحلى مرحب فيك بكل وقت أكيد شكرا لإلك مستمعينا ومتابعي سوريانا أفأم برجع بلتقي فيكن الأسبوع القادم مع ضيف في آي بي ومبدع من مبدعي هالبلد اتضلوا بالسخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة